بدلا ما تدفع شهريا اربعة وخمسين دولار او تنزل برامج ادوبي بطرق غير شرعية جايب لك النهاردة جميع برامج ادوبي مجانا ومدى الحياة مش بس كده لا اخر الاصدارات كلها الفين تلاتة وعشرين وكمان تقدر تستخدم نسخ البيتا زي الفيتوشوب اللي دمجوا فيه مؤخرا ادوبي فاير فلاي واصبح يعمل بالزاكة الاصطناع ده كله مجانا ومدى الحياة بطريقة شرعية مية في المية من شركة ادوبي نفسها وكمان بدون اي طلب لبطاقة بنكية لكن محتاج منك تركز في كل كلمة في الفيديو علشان ما ترجعش تقول لي ما اشتغلش لا ما انفعش لا الطريقة ما اشتغلتش لا ما بقاش مدى الحياة ركز معايا في كل كلمة في الفيديو لحد اخر كلمة في الفيديو الفيديو كله مرتبط ببعضه فركز معايا بالله عليك علشان ما ترجعش تقول لي في التعليقات وترجع تزعل منه وتشتم فيه وانت ظلمني. فاركز معي لاخر كلمة في الفيديو علشان تقدر تشغل البرامج كلها مجانا مدى الحياة وبدون اي دفع ولا سنت واحد. دون اي تاخير. يلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبا وسلم بكم في فيديو جديد. انا احمد الشراوي ودي قناتكم يوتيوب باشا. القناة مهتمة بصناعات المحتوى والمنتج والذكاء الاصطناعي والتصميم. فلو مهتم بمحتوى من النوع ده. اشترك في القناة وفعل جرس الاشارات لشان وصلك فيديوهاتنا اول باول. في البداية اي روابط هنستخدمها سبها لك تحت الفيديو ده في الوصف. اولا هنروح نفتح متصفح جوجل كوروم. ينفع منامي متصفح تاني لكن جوجل كوروم في خاصية هتفيدك معنا شوية. وهي انك تقدر تعمل اكتر من حساب. لو هتعمل عليه متصفح تاني ما فيش اي مشكلة. لكن الافضل انك تعمل على جوجل كوروم. وهتروح تعمل اضافة حساب. تمام? وبعد كده هتقول له المتابعة بدون حساب. وبعد كده هتكتب اي حاجة هنا. انا هكتب مسلا وايتي. وهقول له تم. هيروح يعمل معي حساب جديد بالشكل ده. هتروح تدخل للرابط اللي هسيبه لك تحت الفيديو في الوصف هتدخله كده. وهتروح للرابط كده. لو انت في الشرق الوسط او ايدا والعربية هتلاقي بقول لك هزا اللي تطابق مع موقعك في ادوبي. هتروح تقول له هتسيب دي قده و هتروح تقول له هيتخطى معك الخطوة دي. بعد كده هتروح تقول له بعد كده هيحولك للصفحة دي. بعد كده هنروح لاداة تانية ودية اللي هتساعدنا في نملأ الخنات دي. تقدر تملاها ببياناتك العادية. لكن يفضل انك تملاها من الموقع ده اسرع لك في وقت اسرع. وفي نفس الوقت ان احنا هنحتاج بيانات امريكية. بعد كده هنروح للموقع ده طبعا الروابط كلها سيبه لك تحت الفيديو في الوصف بعد كده هنروح لو عايز تختار اي دولة برحتك لكن انا هروح على هنا وهي هختار مثلا وليكن نيويورك تقدر تختار اي ولاية عادي مفيش اي مشكلة وبعد كده هتقول له من هنا بعد كده هو بيعمل لك حساب وهمي خاص بي بعد كده هنروح على البيانات هنا علشان نملاها اول حاجة بقول لك اول حاجة هتروح تختار هتنزل تحت كده هتلاقي تحت هنا هناخده ونقول له ناس وبعد كده هنروح نقول له هنا تمام بعد كده هو بقول لك انا هكتب احمر الشرقوي تقدر تاخد البيانات اللي هنا كده تمام وتقدر تكتب له البيانات اللي انت عايزة انا اقول له احمر الشرقوي بعد كده هيقول لك هتقول له اي حاجة برضو انا هقول له وبس كده وعلشان احنا اخترنا الولايات المتحدة من موقع من هنا فلازم نروح نختار الولايات المتحدة هنا وهنروح هنا نختار نيويورك اللي اخترناها فين في اول الفيديو هنا. هنروح نختار نيويورك. نيويورك هننزل تحت كده حرف الان نيويورك كيفين نيويورك. تمام? بعد كده هيجيب لا هيقول لك عايز فهتروح تختار اللي هو في الستي بعد هنا هتلاقي هو الاخر ايه? اخر خمس ارقام ده. هتقول له وهنروح نعمل له لصق هنا تمام? بعد كده هيقول لك انا عايز رقم التليفون هتلاقي رقم التليفون في نفس الصفحة برضو. هتقول له من هنا هو الموبايل كنترول سي وهنروح نرجع هنا ونقول له كنترول في. بعد كده هنقول له كنتينيو. اه. بعد كده نسينا احنا نعمل اللي هو حجم الشركة فانا هقول له من واحد لتسعة. تمام? ده حجم الشركة او كنتينيو. بعد كده هينتيل معي على الصفحة ديت وهو كتب لك الايميل هنا. تمام? اول حاجة هنعملها قبل ما نكمل في الخطوة ديت هنروح ناخد الايميل ده ناخده كده نسخ وهنروح على كده وهنعمل وهنروح نعمل جديد وهنروح نعمل كده نحفظه بس هنا وهنخلي معانا علشان يحتاجه في الفترة اللي جاي. بعد كده هنرجع وهنعمل جديد. وإحنا بنكتب كده هتدي لك شوية تعليمات كده علن الباسورد. فانا هقول له مثلا الباسورد كده. فبيقول لي الباسورد لازم يكون تمام حروف. تمام? ويكون في حروف كبيرة وحروف صغيرة. ويكون فيه ارقام من واحد لتسعة. ويكون فيه علامات زي الهاشتاج وزي الات مسلا. فانا كتبت له الحروف الصغيرة فهروح اكتب له اه الارقام. وبعد كده هروح اعمل له الهاشتاج مسلا وبعد كده هروح اضيف حرف من الحروف الكبيرة مسلا. كده بقى كل العلامات اللي هنا بقى عليه علامة صح وهروح اقول له ده الباسورد باختصار. بعد كده اقول له طبعا هتحفظ الباسورد. بعد كده هتروح تكتب العمر بتاعك اي عمر ما ما اشترتش. انا هكتب مسلا الف سعومية واحد تسعين مسلا وهقول له مش هعمل اي حاجة هنا في الصفحة دي تاني. وهقول له وبكده اقدر اقول لك تم انشاء الحساب بتاعك بنجاح. لو عملتها من غير شرح ومن غير حاجة ما اخدش معايا ديئتين بالزبط. وكده اصبح معاك حساب لكل برامج ادوبي مجانا لمدة اربعتاشر يوم. ركز معايا لمدة اربعتاشر يوم. ازاي هنعمل الحساب ده مدى الحياة. اول حاجة هنا نقدر نضيف بعد ما بتفتح معاك الصفحة دي تقدر تضيف لحد تسع حسابات تانيين من ادوبي. يعني تيم كامل يشتغل معاك او تضيف حسابات تانية تشتغل معاك بدون اي مشكلة. وطبعا هتعمل من هنا. طبعا الحساب بتاعه لازم يكون عامل بي حساب على ادوبي. اه حساب مجانا عادي. هنا تقدر تضيف لحد تسع اه ايميلاد تاني يشتغلوا معاك على نفس الحساب ده مجانا لمدة اربعتاشر يوم. اللي اه صديقك ولا حاجة او حد من الشركة عندك او او على حسب اللي شغلين معاك او حسب بتاعك يقدر يبعط لك الحساب بتاعه اللي عامله على ادوبي. الحساب المجاني تعملوا من هنا وبعد ما تضيف الحسابات من هنا تعملوا بتوصلوا رسالة على الايميل بتاعه يدخل عليها اصبح معاه اربعتاشر يوم مجانا. دي اول خطوة. بعد كده هنروح للرابط رقم تلاتة وهو لا نحمل منه لو موجود عندك هتسجل دخول بها على طول والافضل انك تحزف اي برامج اللي عادوبي عندك لو لو برامج غير شرعية تحزفها لو انت بنزل آآ غير شرعي منزل برامج فوتوشوب اي حاجة غير شرعية تحزفها الاول قبل ما تنزل علشان تشتغل على شغل على نظيف. تمام? بعد كده هنروح نقول له سواني كده وبينزل عندك على الجهاز. نزل هنا على الجهاز مساحته مش كبيرة اتنين ميجا تقريبا وبنروح نضغط عليه ونقول له تثبيت. طبعا البرنامج موجود عندي لكن هستبته معكم علشان نشرح لو في حاجة وقفت معاكم في الشرع. تمام هنقول له تمام وهنقول له ياس وبعد كده هنقول له بعد كده هيروح يعمل تسجيل دخول من على آآ حساب ادوبي عادي بدون اي مشكلة وبعد كده بيروح يحمل معاك الادوبي كرياتيف كلاوت بدون اي مشكلة ممكن ياخد معاك شوقية وقت لو محملش معاك قبل كده بعدين هيقول لك آآ كرياتيف كلاوت بعد كده هتلاقيه دخل معاك ويسجل معاك تروح تقول له بعد كده هتلاقي معانا الحساب اللي عملنا احمد الشرقاوي وبيديك لمدة اربعتاشر يوم هتقول لي اربعتاشر يوم دعا يا عم احمد ركز معايا لشان اقول لك خليك معايا لاخر الفيديو اول حاجة بس هنروح نتأكد ان البرامج ينفع تتسبت عادي بدون اي مشكلة طبعا انا مسبت الادوبي فوتوشوب وهنا بيقول لي اوبن على طول بدون اي مشكلة مسبت الادوبي اوديشن وهنا آآ طالب مني تمام? وطبعا كاميرا روح وباقي برامج ادوبي تقدر تتسبتها عادي بدون اي مشاكل وكلها متاحة تتسبت عادي بدون اي مشاكل انت معاك كاملة تستخدمها مجانا ومدى الحياة وانا هقول لك مدى الحياة ازاي دلوقتي. طيب يا عم احمد دلوقتي انا معايا اربعتاشر يوم بعد اللي اربعتاشر يوم دوما يخلصوا هنروح نعمل تسجيل خروج من هنا من اعد الصورة من هنا ونقول له تمام? وهتقول له تمام? وبعد كده هنروح لجوجل كروم وهنحذف الحساب اللي احنا عملناه دوت ونعمله حذف تمام? وهنروح نعمل اضافة من جديد تمام? تعمله اضافة من هنا. وبعد كده المتابعة بدون حساب وبعد كده هتكتب اي حاجة برضو انا هكتب مسلا وتخترق اي لون ده برحتك وتقول له تم. بعد كده هتعمل نفس الخطوات اللي عملناها في اول الفيديو. تعمل حساب جديد وبعد كده تدخل تعمل حساب على ادوبي وتجيب البيانات من الصفحة اللي اخترناها زي ما عملنا في اول الفيديو بالضبط. تشغل حسابك بدون اي مشكلة. وتعمل تسجيل دخول عليه. اصبح الحساب كل البرامج اللي انزلتها ما بتتحذفش هي هي موجودة. ده متسجل زي ما هو ما تحذفش. انت كل الموضوع انت بتعمل حساب جديد وبتعمله اضافة بدون اي مشكلة. وممكن حاجة تانية تعمل كل ما تعمل حساب جديد بدل ما تسجل خروج منها تعمل اضافة او دعوة من الدعوات الالتسعة للحساب بتاعك. تمام? اللي انت عمله القديم. وكده هيشتغل لاربعتاشر يوم. كل شهر هتعمل الخطة ديت مرتين في الشهر. وهتبقى شغالة معاك برامج ادوبي مدى الحياة لو انت مش عايز تدفع لاربعة وخمسين دولار شهري. وبس كده لو عجبك الفيديو اخبطنا اللايك المتين واشترك في القناة لو لسه جديد. ولو ما شفتش الفيديو ده فايتك كتير لان الفيديو ده شرحنا في حاجات مهمة جدا هتفيدك كتير رو هشوفه. واشوفكم في فيديو جديد. كنت معكم احمد الشرقاوي. سلام.